بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتمريض نظم النادي العلم الثقافي بالمعهد الوطني للتكوين العالي الشبه طبي تبسع عدة نشاطات لفائدة الطلبة والأسلاك الصحية ارتأت المؤسسة بالتنصيق مع جمعية المعهد وكل الأسادة الحضور أنه نحتفل باليوم هذا من أجل أول حاجة عملية تحسيس وتوعية ثانيا نخلق النشاط الثقافية على مستوى المعهد ونحن كل ما هو يخدم الطالب أو يخدم الممرض نحن في الخدمة قمنا بتحذر عدة نشاطات مختلفة منها تقديم حصة نظرية تعرف بالتمريض وبالإضافة إلى إستوريك فيما يتعلق بتاريخ التمريض في الجزائر وخير الجزائر الطلبة قدموا العديد من المداخلات حول تاريخ التمريض في العالم عامة والجزائر خاصة والدور الهام للممرض على مستوى المؤسسات الصحية وإعطاء حلول وإقتراحات لتطوير هذه المهنة تم بفضل الله إحياء اليوم العالمي للممرض على مستوى المعهد الشبه طبي تيبسة تم من خلاله تعريف بمهنة التمريض وإبراز دور الممرض في المصالح الصحية نشكر المؤسسات التكوين الشبه طبي على هذه الالتفاة الطيبة في اليوم العالمي للتمريض وإن شاء الله يكون التفاة دائمة وإن شاء الله مصار طيب لجميع الممرضين والذين يتخرجوا وإن شاء الله نقوله كلنا نخدمه في سبيل خدمة المريض الحفل تخلى له عدة مسابقات ثقافية بين أقسام السنة الأولى من أجل اكتساب المعارف وتطوير المهارات حيث تم تكريم الفائزين وعدد من الممرضين القدامى نظير مجهوداتهم في خدمة القطاع الصحي ترجمة نانسي قنقر